ارتفع عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 22% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي مدفوعا بتعافي حركة السياحة العالمية وبحسب بيانات وزارة الموصلات والاتصالات فقد استقبل مطار البحرين الدولي في شهر يوليو الماضي ما مجموعه 832.700 مسافر مقارنة مع 681.600 مسافر في ذات الفترة من العام الماضي كما بلغ عدد القادمين للمملكة خلال الشهر الماضي 414.000 مسافر بنسبة نمو بلغت 25% في حين بلغ عدد المغادرين 418.000 مسافر بنسبة نمو بلغت 19% ويعتبر تقارب الرقمين مؤشرا لتركز حركة السفر على المواطنين والمقيمين في المملكة كما ارتفع العدد الإجمالي للرحلات الجوية بنسبة 8% الشهر الماضي لتبلغ 8200 رحلة